معلوماتنا تشير إنه تم تعرض سيد رئيس البرلمان إلى الضغط كبير لو تسوي هالشكل لو نسوي بيك هالشكل نسحب ثقة منك مدري شنو فهذا هم منه إصار خرق النظام الداخلي وقرئه وسلقه وصوته عليه فأما الآن الحكومة قبل أيام شرعت إنه 200% مقدار الجماعات عن مشروبات الكحولية زين؟ لكنه هذا بالتأكيد كما تفضلتم بالتقرير رح يدفع الناس شوف من ذاك اليوم تشرعه لحد الآن أضعاف صارت أضعاف المخدرات المتورطين جرائم المخدرات بالآلاف بالسجود واليوم بأعشرات ومئات الآلاف من العراقين تورطوا بالمخدرات عندما تضغط عليه بهالناحية يروح يلقى درب آخر عدا هذا أنه رح يصيره بتهريب بدل ما كان بألف دينار قوطية يصيرك خمس آلاف هم رح يحصل عليه لعنده فلوس والماء عنده يروح على المخدرات فهذا أمن وطني أمن قومي عراقي المفروض من الحكومة أنه أن تعترض وتحصل على قرار أمر ولائم اتحادية لوقف التنفيذ فورا لأنه تبعات شديدة وكبيرة جدا هل من الممكن أن يفترض أن يفترض هذا النوع من القوانين في بلد يتصف بالتعددية الدينية القومية المذهبية وما إلى ذلك هل من الممكن أن يفرض هذه أيضا جنب أخرى يمنع الأخوة المسيحيين في البلد مثلا من ممارسة طقوصم الدينية وهذا تجاوز واعتداء صارخ وقانون طارد للمسيحية هل سيخليك من المسيحية الدبلوماسية حتى بأفغانستان يجيب ليه مشروبات بهذا القانون الدبلوماسي ما إلى حق يجيب مشروبات هذا إنسان هذا ضمن وجبات الغذائية يعتبر هذا الإنسان الأجنبي الغربي الأوروبي فهذا قانون مجحب جدا وشرع بطريقة غير صحيحة خرقا للقانون وخرقا للدستور وخرقا للقيم والأعراف بزمن إمام علي كان هناك هذا الأمر يعني هذول الإخوان شرعوه يعني أكثروا إيمانا من إمام علي مثلا فهذا بالتأكيد إلى جنبات أخرى المفروض من الحكومة أن تحتج وتعترض وتحصل على قرار أمر ولاية عاجل أما الإخوان الآخرين اللي ينطون أوامر بالتأكيد الكردستان أقليم ما رح ينفذها لأن هذا قرار طارد للاستثمار والتنمية والسياحة قبل لحظات أشاهد فضائيتكم دولة رئيس الوزراء دا يتكلم عن السياحة في بغداد على أضفاب دجلة يعني يشربهم لبن يشربهم شربت مثلا سياحة لا طبعا يعني هذه الفرص العمل المتوفرة فأكو خرق كبير ندائي إلى الحكومة العراقية الأخوان في الحكومة أن يحصلوا على قرار ولاية عاجل يوقفوه وبعكسه فأنتي صورة سوداوية للأجنبي للإنفتاح للتعددية لكل الجوانب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر